تمر على العالم الإسلامي واحدة من أعظم الأحداث على مدى التأريخ والمسيرة البشرية ألا وهي ولادة سيد الكائنات وخاتم النبيين الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الشخص العظيم الذي لم تكن ولادته المباركة كغيرها من الولادات الأخرى كيف لا وهي ترتبط بالمشروع الرباني وتكليفه بحمل الرسالة السماوية التي يراد منها تحقيق العدالة الإلهية في الأرض ونشر السلام والوحدة والتكاتف والتعايش بين الإنسانية أجمع وفي التأريخ الحديث وما شهده من متغيرات كثيرة كان لزاما على الكثير من الشخصيات الدينية والحوزوية بالتثقيف وإطلاق المبادرات التي تنم عن أهداف سامية للتقريب ما بين المذاهب والأديان مستثمرين هذا الحدث المهم ومنها مبادرة عزيز العراق السيد عبد العزيز الحكيم قدس سره الشريف باختياره الأسبوع الذي توافق فيه ذكرى ولادة الرسول أسبوعا للمودة والمحبة التي كان لها الأثر في إشاعة أجواء إيجابية بين أبناء الشعب العراقي في مرحلة قد يجزم الكثيرون على أنها كانت من أصعب المراحل على تأريخ العراق